لطالما أنها ثورة تغيير وبحث عن تقرير المصير فالعراقي اليوم يبحث في أجندة الخسارات المتتالية والخيبات المتراكمة بين تدمير وخراب بين سرقة ومشهد ضباب بين كل هذا وذاك يبحث الشباب عن مستقبلهم وكأن الأرض اليباب مصير أحلامهم وما القضية بتفاصيلها بعيدة عن محاولة اغتيال هذا العنصر بأي طريقة ممكنة على يد المخربين هي المخدرات إذن أقرب طريق للموت لم يكن يعرف العراق المخدرات قبل العام 2003 بصورة تشبه ما هو عليه اليوم تحديدا بعد دخول القوات الأمريكية إلى البلاد تغيرت المجريات الأمنية بشكل ملفت وسجلت أرقاما خيالية بات العراق اليوم مستهلكا وممرا رئيسا ومنتجا لبعض المواهد المخدرة وعلى الرغم من الخطط الأمنية والمراقبة والتفتيش وإلقاء القبض إلا أن الأمم المتحدة حذرت فيما مضى من أن السنوات العشر المقبلة ستفتك بالشباب العراقي في حال بقي الوضع على ما هو عليه وهذا ما تؤكد عليه المرجعية الدينية والجهات المختصة إلا أن على السلطة دورة وعلى المجتمع بشكل عام دورة في غسل عقول الشباب من آفة لا تقدم لهم إلا الضياع المؤكدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر